احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد احبة في الله اينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يأتينا رمضان ليوقظ في قلوبنا ويقيننا وعقولنا وافداتنا شيئا كان منسيا على مدى 11 شهرا يعني انا كنت لا اذكر الصيام اذا كنت لست متعودا على صيام 2 و 5 او يوم ويوم لا زي ما سيدنا داود كان يفعل لكن رمضان يأتي ليذكرني باشياء انا قد نسيتها مثال لي اقارب ابويا واخارب امي على مدار العام هم شغلوا عني وانا شغلت بالدنيا مشاغل والدنيا اغيار والناس يعني مش فاضية لبعضها الا يعني عن طريق الله يسمع عن وفاة عن عرس عن شيء بهذا الكبير طيب يأتي رمضان ليذكرني بهذه السنة الحميدة اللي هي كان يعني ابن عمر كان له عمامة يعتز بها وبعدين بيطوف فرأى رجلا خلع ابن عمر عمامته ووضعها على رأس الرجل قال يا ابن عمر هذه العمامة ندري كم هي غالية عندك يعني يبدو ان الرسول اعطاها له او او ابوه عمر بن الخطاب او او قال كان والده هذا ودا لابي ابو الرجل ده كان صاحب ابوه وكان ابوه يحبه فلما ادخل السرور على ابن من كان يحبه ابي يا الله شوف المسألة بهذا المنطق حتى ان احد الصالحين جاء لص يركبه دابه فخطف العمامة اللي على رأس لهذا لص يعني خطف العمامة على رأس عالم من العلماء قبل ان دخولي المسجد فجرى العالم خلفه وقال وهبتها لك قل قبلتها يا الله مش يعني عايزي ينقله من مهنة من مهنة حرامي وخطاف ونهاب الى انه موهوب له هذه العمامة شوف الرقة مش عايزي يكون يلقاه يوم القيامه هو حرامي يقول يا عم انا وهبتها لك بس انت قل قبلت لان اجابه قبول سبحان الله فكان ابن مسعود الله يرضى عنه هذا خلقه المسلم من رمضان متى نتخلق ابن مسعود راح يشتري دابة مسوق وضع يده ويجيبه ووجد الحرامي يعني ابن الحلال سرق الايه سرق المال فبكى ابن مسعود قال له علامة تبكي يا ابن مسعود يعني انت زعلان على المال يعني قال ابكي على موقفه امامي يوم القيامه يوم القيامه هيغف من اللي سرق فلوسك ابن مسعود الرجل ده ثم قال ابن مسعود اللهم ان كنت تعلم ان الذي سرق مالي محتاجا له فبارك له يا رب فيه وان كان غير محتاج له فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا اكرم الاكرمين ايه ده ايه الرقين له يقولك الاسلام والارهاب ومش عارفه يا عم الله يرضى عليه والله ليس ارقى من الاسلام ان كان يا رب اللي راجل النص الحرامي اللي خد المال بتاعي سبحان الله يعني محتاج للمال يا رب بارك له فيه خلاص وانخده خلاص وان كان غير كده ففيه سنن يعني منسية في رمضان لو فعلتها لكان خيرا الامر الثاني هتكتشف اول يوم وثاني يوم وثالث يوم في رمضان ان التراويح ثقيلة ليه لانك ادي لك سنة ما صليتش ركعتين بخمس سايات على بعض يعني فماشاء الله اشتكى منك الجزء عام زي ما يقولوا فالحمدلله جاء الامام مطور شوية هو يركع يعيني من هنا وانت تتخيل انه قرأ ايه سورة البقرة هو ما قرأش البقرة ولا غيره البقرة دي في بطنك انت لكن البقرة ما قرأها قرأ ايتين خلي بالك فسنن منسية تطيل الصلاة هدي بعد اسبوع تقول ياريت الامام والله العصوته حل يريد يطول شوية درجة درجة نسل الله ان يتقبل منه ومنكم وان يذكرنا ما نسينا وان يعلمنا ما جاهلنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة